موسيقى سبع الخير مشاهدينا الكرام مع أشراك شمس يوم جديد نبدأ معكم حلقة جديدة وبرنامج هذا الصباح معكم من الآن وحتى العشرة مجموعة من الفقرات والتقارير والحوارات اللي بنتمنى أنها تنال أعجابكم بإذن الله يوم جديد مليء بالسعادة والأمل والتفاول من الموضوعات اللي معنا نريد أن نتكلم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوراته الثلاثة وخمسين ورغم برودة الطقس لكن كان فيه أقبال جماهيري كبير جدا هذا بيأكد فعالية المعرض في الأيام القادمة وتأكيدا كمان على وعي المواطن المصري والعربي بأهمية الثقافة وأهمية الكراءة وأقباله على معرض القاهرة الدولي اللي بيعد أكبر التجمعات الثقافية وأكبر التجمعات الفعلية للنشرين مصريا وعربيا وأجنبيا البوضوعات الأخرى اللي معانا عن خبراء بيقدموا ست طرق جديدة لتسليط طفلك وقت الأجازة وعدم تركه طبعا لإدمان الشاشات يمكن في حلقات سابقة تكلمنا عن السلبيات للفيديو جيمز والموبايل والشاشات المختلفة من التلفزيون أو الآيفون أو ما شابه ذلك من ألعاب وفي وسائل جديدة ممكن نشرك بيها الطفل وننمي مهارتهم زي التصوير أو الألوان أو الرسم ممكن كمان مشاركة في المسؤوليات اللي في البيت مسؤولية المصروف مثلا أو ممكن نشركهم كمان في زراعة نحن نجيب لهم مثلا الفخار والطينة ونخليهم أن هما إزاي يقدروا أن هما يزرعوا الزهور والنباتات ويتابعوها وهي بتكبر أو نجيب لهم كمان نوع من أنواع السلصال الطبي المهم أن نحن ننمي مهارتهم والمكانة للإبداع عندهم توسع في أعمال فنية أو إبداعية ده طبعا بجانب فقراتنا الثبتة في هذا الصباح قراءة في صحافة الجمعة ومعرفة أهم الأخبار الرياضية والاقتصادية هنخرج لفاصل وأولى فقراتنا معاكم وفقرة آيرابيكس سوف نتحدث عن عضلات الجزء العلوي من الجسم وهي عضلات الصادر والكثف والدراع وعضلات الضفل أول تممين معنا اليوم سيكون هو البوشهب البوشهب سنلعبه بثلاث أشكال أول شكل معنا سيكون بالشكل الثاني أول تممين معنا هو في البوشهب بالشكل الثالث الشكل التقليدي تعالوا نشوفه مع بعض أول 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 ولكن لو أنت متمكن من اللعبة أو أنت لسه بيجينر لا تنصحك أبدا أنت تلعب هذا التمين عشان ما يسبب لك شيء ما من الأنواع الأصابة حسنا؟ أضع أدينا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 9 9 10 10 13 14 14 15 15 16 16 16 17 16 17 18 18 19 19 20 20 22 23 23 24 25 25 25 25 25 30 25 25 27 26 28 31 31 32 32 29 24 25 25 25 25 25 26 26 26 27 28 29 29 30 30 30 اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وهذه الفقرة وأهم الأخبار المنوعة وآخر المستجدات على الأحداث تزامنا مع الاحتفال بذكرى السبعين لعيد الشرطة أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الواحد وعشرين لمبادرة كلنا واحد اللي بتقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وده لتوفير السلع بكفة أنواحها للمعطنين بتخفيضات كبيرة بتصل لحد ستين في المية في كبرى السلاسل التجارية المشاركة في هذه المبادرة والمنافذ والشوادر المقامة لهذا الغرض تفاصيل أكثر نتبعها في هذا التقرير تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة وتحت رعاية رئيس الجمهورية أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الواحد والعشرين من مبادرة كلنا واحد والتي يأتي إطلاقها تأكيدا على الثوابت الاجتماعية في الاستراتيجية الأمنية وتهدف إلى توفير السلع المختلفة ومنها الاستراتيجية بأسعار مخفضة المبادرة التي جاء إطلاقوها بعد تنصيق واجتماعات مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والكيانات الصناعية توفر السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 60% وبجودة عالية بفروع السلاسل التجارية المشاركة على مستوى الجمهورية وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت كل الأقسام موجود فيها خزمات بتوصل لـ 50% و60% خلال فترة المبادرة ودائما بنواجه الشكر السيد الرئيس على المشاركة الفعالة مع الشعب المصري في تخفيض الأسعار بشكل مستمر على مستوى السنة أسعار كويسة في المتناول ومتغفرة وأن هي دائما ومستمر لحد يؤدي حاجة كويسة وأسعار كويسة جدا لنا بصراحة بالذات في السلعة اللي هي زي الزيت والسكر والرز والمنتجات دي فعلا أسعارها كويسة جدا المبادرة دي وفرت احتجات ناس كتير بأسعار مخفضة ومنتجات جودتها عالية متناول للجميع وقد شهدت السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على تلبية احتياجاتهم في ظل وفرة المعروض وجودته وانخفاض أسعاره مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا نحن اللي بالنبي في وقت ما بتنجينا لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعر جدا حب أشكر قابل رئيس وأقول كل مصر كو سلام تضايبين مصر بتعدي الشرطة وعايز أقول رئيس برضو أن بجاد المبادرة دي مخليني أنا أكثر مكان باجي فيه هنا أحسن أسعار بليها أكثر في مكان هنا النهاردة الأسعار فعلا جميلة جدا وحنا خدنا حاجات كتير يعني وبقول للشرطة كل سنة هم طايبين ودايماً يا رب في ازدياد والبلد في خير دايماً وربنا يعين الرئيس على البلد وربنا يقوي كل سنة ومصر كلها بخير بمناسبة عيد الشرطة كل سنة وكل زباطنا بخير كما تم إقامة عدد من السرادقات بمختلف المحافظات بغرض عرض المنتجات المشاركة في المبادرة سواء غذائية أو صناعية وبنسب التخفيض المعلن عنها مصر الكبيرة كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاة شعبه وقيادة وشرطة إحنا وكل فر حبك علينا بلدي فر ونبقى جنبك للنهار مدريات الأمن قامت بتنسيق مع كبار التجار والمواردين وأصحاب الكيانات الصناعية الكبرى كل بنطاقها بهدف إتاحة السلع بمختلف أنواعها بأفرع السلاسل التجارية بأسعار مخفضة ليستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين إضافة إلى سيارات متنقلة بالميادين لبيع تلك السلع بذات التخفيضات نحن اللي بلدي في وقت ما بتندينا لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً فينا شرطة وشعب مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر وفي إطار مبادرة كلنا واحد وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة قامت وزارة الداخلية بتوزيع بوات مجانية تحتوي على سلع غذائية أساسية وذلك على قاتل حي الأصمرات إحدى المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتهدف تلك المساعدات إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين هناك ودعمهم وتؤكد مبادرة كلنا واحد منذ إطلاقها انحيازها التام لاحتياجات المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم وهو هدف وزارة الداخلية منها مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة تطلقها وزارة الداخلية وهي ضمن مراحل كثيرة من هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الاستراتيجية وما يحتاجوه البيت المصري بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيد فيها إلى 60% عبدالله بركات التلفزيون المصري احتفل مضحف القوات الجوية بعيد الشرطة المصرية واللي من احتفل بيه كل عام في 25 من يناير منذ 1952 وده تخليدا لذكرى بطولات الشرطة حضر هذا الحفل عدد من أسر شهداء الشرطة من من ضحوا بدمائهم في سبيل رفعة ورقي هذا الوطن نتابع تخليدا لذكرى بطولات رجال الشرطة المصرية في معرقة قسم البستان بالاسماعيلية ضد الاحتلال البيطانية احتفل متحف القوات الجوية بعيد الشرطة المصرية تقديرا لمجهوداتهم في خدمة الشعب المصري والحفاظ على أمنه وسلامته عندما حدث ما حدث وفقدنا الأمن في لحظة فارقة من عمر هذا البلد وكانت من أصعب اللحظات التي مرت بها البلاد عرفنا قيمة الأمن وعرف الجميع قيمة الشرطة وعرف الجميع قيمة هذا الجهاز الذي يؤمن الخائفين ويوفر السلع والخدمات للمواطنين ويحفظ للوطن كرامته وللمواطن هيبته الاحتفال بعيد الشرطة جزء من الهوية المصرية جزء من التاريخ اللي لازم نبقى حفظينه شرطة كانت بتواجه محتل الشرطة كانت بتواجه محتل اسمه المحتل البريطاني المصر الشرطة قدمت بطولات من سنين طويلة في يوم اعترف به المحتل قبلنا احنا كمان من كتر ما هو انبهر بهذا الأداء اللي احنا وقفنا به في اسماعيلية حضر الاحتفال عدد كبير من أهالي شهداء رجال الشرطة البواسل الذين استشهدوا نتيجة العمليات الإرهابية نهاردة احنا في مدحف قوات الجوية طبعا بشكر وزارة الدفاع على استقبالهم الجميل ده ألف شكر وطبعا الولايات كانوا مبسوطين جدا انهم يتفرجوا على الطيرات وعن المدحف بلدنا حاسين فيها بالأمان في أي وقت 24 ساعة حاسين ان احنا متطمنين وده بالمجهود الكبير قوي اللي بيعملوا أفراد الشرطة من أصغر فرد الأكبر فرد فيها وطبعا ده واجبنا ان احنا نحتفل نفتكر طبعا شهداءنا من الشرطة نقدر أهالي شهداء الشرطة اللي ضحوا بحياتهم علشان خطر احنا نعيش بأمن وسلام كما تم تنظيم جولة لأهالي الشهداء لأقسام المدحف التي تتضمن عددا من الطائرات المختلفة وصورا نادرة توثق مشاركة القوات الجوية في الحروب للإشادة بالدور العظيم الذي قدمه جميع شهداء الوطن للحفاظ على أرض مصر وأمنها لم يطلق عليها بلد الأمن والأمان من فراغ فرجال الشرطة المصرية ضحوا وعملوا جاهدين من أجل تحقيق ذلك فلولا تضحيات شهداء الوطن ما كان الاستقرار والاستثمار والتموحات الكبيرة في الازدهار والتقدم من داخل مدحف القوات الجوية بسم الشاعر أنيل تم تشييع جثمان الكاتب الصحفي الكبير رئيس الرزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق من مسجد المشير تنطوي بالتجمع الخامس إلى مساء الأخير نتابع محمولا على العناق إلى مثواه الأخير بمسجة رأسه بمحافظة الإسماعيلية رحل عن علامنا الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق عن عمر ناهز 57 عاما وبعد تاريخ حافل مليء بالعمل الصحفي المتميز حيث أقاد الراحل بقلمه الحر مسيرة التنوير بقضايا الوطن وأولوياته في أوقات أصيبة ظل حتى اللحظات الأخيرة واقف على قدميه وبيحارب معركة الفكر ومعركة التنوير ومعركة الوعي وياشرت العمر واقف في طهر الدولة المصرية بيدفع عنها ويدفع عن قضاياها وحاملواها أنا خسرته على المستوى الشخصي وخسرته إنسان خسرته زميل يمكن يعني الناس اللي ما تعرفوش أنه لسه من قبل ما يموت بيومين بالضبط بيتصل بي ويا أستاذ ياسر التفي أنا لسه أخذ كمية ودلوقتي وبيتطمن على مؤسسة أخبار اليوم ويطمنتوا وبيتطمن على الصحافة وبيتطمن كأنه بيودعنا بيودع الصحافة ولد ياسر رزق بمحافظة الإسماعيل عام 1965 وتخرج من كلية الإعلام عام 1986 وعمل قرابة 35 عاما بالعمل الصحفي حيث قضى معظمها داخل مؤسسة أخبار اليوم ثم جريدة مصر اليوم ومجالة الإزاوة تلفزيون كرئيس تحرير لهم بيشتغل الصحافة من هو فولة كلية ورغم تعبه في الفترة الأخيرة فضل يشتغل لغاية أخر يوم في عمر لغاية لما طلع سنوات الخمسين الحقيقة حياته درس درس اللاجئة الجديد تعلم منها إن الموهبة بتنجح وإنه اللي عنده إصرار بيفضل وحب للمهنة بيفضل يشتغل لغاية أخر يوم في عمر وفيش حاجة بتوقفه ربنا يرحمه ويلهم كل محبي الصبر والسلوان بالتأكيد فقدنا رمزا كبيرا وصديقا عزيزا ورجل كنا نتواصل معه منذ سنوات طوال جمعتني علاقة وصداقة به الحقيقة أن فقدانه صدمة صدمة لكل محبيه ولكل المثقفين ولكل المدافعين عن الوطن لأن ياسر كان مدافعا قويا شرسا في الدفاع عن مؤسسات الدولة ويعد الراحل ياسر رزقا من أبرز أشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي وصدر له قبل وفاته كتاب سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص والذي يتضمن رصدا دقيقا ومضوعيا لأصعب الأحداث في تاريخ مصر ورحل ياسر رزقا فارس الصحفة والقلم عن بلاط صاحبة الجلالة وعن دنيانا بجسده وترك لنا إرثا ضخما من أعماله الأدبية والصحفية يخلد ذكرى من مسجد المشير بالتجامع عبد الحميد صقر أعلنت السلطات المغربية أنها سوف تفتح أجواءها الجوية في السابع من فبراير القادم لرحلات الركاب الدولية بعد أن كان قد أغلق في نهاية نوفمبر لمكافحة التفشي السريع للمتحور أوميكرون نتابع أثار استمرار إغلاق الحدود جدلا خلال الفترة الأخيرة في المغرب وتساؤلات حول جدواء في ظل ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون الأمر الذي أجبر الحكومة المغربية على إعادة نظر في قرار الإغلاق وقررت إعادة فتح أجوائه في السابع من فبراير لرحلات الركاب الدولية بعد أن كان أغلقها منذ 29 نوفمبر الماضي الحكومة المغربية في بيان لها قالت إنها ستعلن لاحقا الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين لتنفيذ هذا القرار مشيرة إلى أن لجنة تقنية تعمل حاليا على درس هذه الإجراءات وتسبب هذا الإغلاق خصوصا في تعميق أزمة القطاع السياحي المتضرر أصلا من تدعيات الجائحة إذ تزامن مع إجازات نهاية العام التي تستقطب عادة السياحة الأوروبيين إلى المملكة وتظاهر مهنيون في قطاع السياحة الأربعاء في مدن عدة للمطالبة بإعادة فتح الحدود في وقت كانت وزارة السياحة أعلنت في الأونة الأخيرة خطة عجلة لدعم القطاع تزيد قيمته عن 200 مليون دولار وفي الوقت الذي جددت فيه الحكومة المغربية الدعوة إلى الإصراع في طلاق جرعات اللقاح شهدت المملكة ارتفاعا مضطردا في الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة شكلت أوميكرو 95% منها وبلغت هذه الموجة ذروتها خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 من يناير كما سجلت الحكومة ارتفاعا بمعدل 140% في أعداد الوفيات خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه زي ما بيقولوا الفرصة ما بجيش غير مرة واحدة ولو جات لازم الواحد أن هو يستغل لها في طيار أمريكاني فاز بفرصة لا يحظى بها سوى أصحاب الملايين وديل الصعود في رحلة للفضاء خسر هذا الطيار الأمريكي تلك الفرصة بسبب وزنه الزائد نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير أسعده الحظ وفاز في سحب نادر على مقعد وحيد على متن كابسولة من نوع دراجون في رحلة خاصة لشركة سبيس اكس غير أن القدر أو بالأحرى وزنه كبده خسارة تلك الفرصة النادرة كايل هابتشن طيار أمريكي فاز بفرصة لا تعوض للسفر إلى الفضاء والدوران حول الأرض على متن رحلة خاصة اشتراها الملياردير جاريد إيزاكمان له ولثلاثة ديوف آخرين إلا أن كايل فقد تلك الفرصة لتجاوزه الحد الأقصى المسموح به للوزن الأمر يشبه شراء تذكرة يا ناصيب فأنت تتطلع للشراء وأعتقد أن عشرات الآلاف سيشترون تذاكر لهذا الغرض إحصائيا لم تكن لدي فرصة فوز كبيرة غير أن مقعده ذاك لم يذهب أدراج الرياح إذ تنازل هابتشن عن فرصته إلى صديقه القديم كريس سيمبراسكي الذي كان مشاركا في السحب بالفعل هو الآخر كانت مسابقة وفست بها لم أتمكن من اغتنامها لذلك كان يجب أن تذهب إلى شخص ما فأعطيتها لشخص أعرف أنه شغوف برحلات الفضاء وهو كريس حتى سبتمبر الماضي كانت عائلته ومجموعة من أصدقائه فقط يعرفون أنه هو بعينه هابتشن الذي خسر فرصة الصعود للفضاء بعد أن تجاوز وزنه الحد الأقصى المسموح به على متن الكابسولة رغم أن سر هابتشن قد تم الكشف عنه أخيرا فإن هذا لا يجعل الأمر سهلا عليه لأنه فقد فرصته للدوران حول الأرض بسبب تجاوز الحد الأقصى للوزن كنت أفعل كل ما بوسعي للحفاظ على رباطة الجاش خاصة أثناء الإطلاق يعود الأمر لكوني طيارا حاولت أن لا أظهر مشاعري لكن ذلك غير ممكن هابتشن طلق أوائل مارس رسائل بريد إلكتروني تسعى للحصول على تفاصيل عن نفسه منها وزنه وطوله ومقيس أخرى كان يعتقد وقتها أنه واحد من بين العديد من المرشحين للفوز بالفرصة الذهبية غير أنه فوجئ بصدمة عندما علم أنه الفائز الوحيد في السحب إذ أدرك أنه يتجاوز حدود الوزن المسموح به على متن الكابسولة فقدم مقعده لصديقه الذي عرف أنه سيقدر الرحلة بقدر ما هو يقدرها أعترفت منظمة العلوم الثقافة اليونيسكو بالحملة التي أطلقتها كينيا منذ 15 عاما للترويك لأغذيتها الصحية التقليدية والتي اختفت تقريبا خلال عصور الاستعمار منذ عام 2007 بتساعد المنظمات في الدول الواقعة في شرق أفريقيا في بناء الوعي بتراث البلاد الثقافي غير المادي مثل مراسم وتقالية تناول الطعام بفضل تلك الحملات للمزارعين الكينيين لتحسين المعرفة الغذائية تم اختيار كينيا لإدراجها ضمن سجل ممارسات الحماية الجيدة بهدف إدراج كينيا في هذا السجل إلى حماية التراث الثقافي غير المادي والذي يجعل الأشخاص والمجتمعات مميزين من ناحية تاريخهم وجنسياتهم ولغاتهم وأيدولوجياتهم وقيامهم وذلك وفقا لليونسكو ووفقا للبحثين في العديد من أنواع الطعام المحلية كانت في معظم الحالات تتمتع بمنفع غذائية أكثر من الأغذية الغريبة التي تم استبدالها بها فقد عثر على أن الحبوب المستخرجة من نبات القطيفة المورقة أفضل مصدر للحديد وفيتامين إي عن الكرومب بمقدار كبير وبالمثل تحتوي فاكهة شجر الباوباب الاستوائي على مقدار من فيتامين سي يزيد بأكثر عشرة مرات عن البرتقال ونظر الباحثون إلى أنواع الأغذية التقليدية في كينيا وكيفية إعدادها وتناولها وشرع في مهمة لترويج الخضروات التقليدية التي تستطيع أيضا تحمل المناخ الأشد حرارة بشكل أفضل بيتم عرض ماسة سوداء بيبلغ وزنها 555 و55 من 100 قيرات في المزاد أحد مزادات سوسبي التي ترقى إلى مستوى اسمها وهو اللغز من المحتمل أن تكون الماسة السوداء التي تعرف أيضا باسم الماسة الكربونية قد جاءت من الفضاء الخارجي وهناك مكانين فقط في العالم عثر فيهما على مسات كربونية من هذا التركيب هما البرازيل وجمهورية أفريقيا الوسطى بيعتقد أن الماسة عثر عليها في منجم في إحدى هاتين الدولتين وقد امتلك المالك الحالي الذي يبيع هذه الغوهرة في المزاد والتي تعرف باسم اللغز في حوزته على مدى عقدين لكن القليل الذي يعرف حول تاريخها قبل ذلك لما تعرف هذه الماسة من قبل ومن المتوقع أن تباع بمبلغ يتراوح بين 4 مليون دولار و7 مليون دولار على رغم من ذلك فأن تلك الغوهرة تعتبر بالنسبة لبعض الجيولوجيين لا تقدر بثمن أقيم في العاصمة البريطانية لندن معرض اللعب مجددا وذلك بعد إلغاء هذا الحدث هذا العام الماضي بسبب وباء كورونا ولكن يتوقع الخبراء في الصناعة في استمرار مشكلات سلاسل المعروض وارتفاع تكاليف التصنيع وتزايد أسعار اللعب خلال العام الحالي كان معرض اللعب قد أغلق في العام الماضي بسبب قيود فيروس كورونا ولكن في العام الحالي أكثر من 260 شركة بيعرضوا أحدث منتجاتهم في المعرض التجاري بالنسبة لمنظم الحدث فإن عودة الألعاب للعرض خارج صناع ضيقها هو أمر يدعو للارتياح فقد كان العامين السابقين أشبه بقطار الملاهي بالنسبة لهذه الصناعة ووفقا لاتحاد اللعب والهويات البريطاني فقد كانت مبيعات اللعب البريطانية في عام 2021 منخفضة عن العام السابق له بمقدار 3% ومن المرجح أن تستمر مشاكل سلاسل المعروض وتكاليف التصنيع المتزيدة من بين تحديات العام الحالي وخلونا نتعرف على أحوال تقس ودرجات الحرارة حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم تقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد معتدل على جنوب سيناء شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء بيصل إلى حد الساقية على وسط سيناء وشمال الصعيد بالنسبة لحالة البحر المتوسط أضاف الخبراء أنه من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين بكده مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الفقرة وأهم الأخبار المنوعة وآخر مستجبات على الأحداث بعد قليل أهم الأخبار الرياضية وأمل نعمل نتابع